أهلاً أصدقاء إذا كنتم لا تريدون أن تطلق هنجير جيهان وتريدون أيضاً أن يقول جيهان الحقيقة الهنجر دعنا نضغط على زر الإعجاب ولنتابع الصفحة هل ستخبر بيزا كذبة الحمل الهنجر؟ ما هو الخبر الذي صدم هنجر؟ هل سيكون جيهان أبا؟ هل ستطلق هنجير جيهان؟ هنا سأجيب على جميع سئلتكم أيها الأصدقاء في الحلقة الجديدة من مسلسل العروس ستكون هنجر وجيهان على وشك الانفصال مرة أخرى لأنه عندما تحاول هنجير الاقتراب من جيهان سيكتعد جيهان عن هنجر السبب وراء اكتعاد جيهان عن هنجر هو اكتشافه بحمل بيزا صدم جيهان عندما علم بخبر حمل بيزا ولم يستطع أن يقرر كيف يخبر هنجير بهذا الأمر لأن جيهان يعلم أنه إذا ظهرت الحقيقة فإن هنجر ستتركه لهذا السبب سيخفي جيهان الحقيقة عن هنجر إخفاء جيهان للحقيقة سيؤدي إلى نهايته لأنه في هذه العملية سيكون لدى هنجير بعض الأوهام ستبدأ هنجير في الاعتقاد بأن جيهان سيتركها لأنه إذا كنتم تتذكرون في الحلقات الأخيرة فقد تعرضت هنجر لإذلال نصرت قالت نصرت لهنجر أنني قمت بتربية جيهان وقالت نصرت أيضا إن جيهان يحب أن يكون صعبا باختصار ذكرت نصرت أن جيهان سيتركها نتيجة حصوله على هنجير من ناحية أخرى كانت هنجر منزعجا من إذلال نصرت من ناحية أخرى ستتبع هنجر جيهان وتريد معرفة من سيلتقي به إذا اعتقدت هنجير أنه قد تم خداعها فسيكون هناك مشهد انفصال في المسلسل ونتيجة لذلك سيغادر هنجر جيهان في الحلقة القادمة بعد ذلك مباشرة ستبدأ مشكلة بايزا هذه المرة أيضا لأن بيزا كانت على وشك تبني طفل يونكا في الحلقة القادمة من المرجح أن يعطي هذا الطفل لبيزا بعد ولادة يونكا ستخبر بايزا جيهان أن هذا الطفل هو طفلنا ونتيجة لذلك ستعتقد هنجير أن جيهان يخونها وسوف تطلقه لكن في هذه العملية ستحمل هنجر من جيهان لن تعرف هنجير ماذا تفعل مع أخبار الحمل الصادمة لكن في النهاية ستتخذ هنجير قرارها وستخفي هنجير الحقيقة عن الجميع لن يكتشف جيهان إلا بعد مرور بعض الوقت أنه سيصبح أبا حقا ولكن في وقت لاحق سيتم الكشف عن كل أكاذيب بايزا إذن هل تعتقدون أن بايزا ستخبر هنجير بكذبة الحمل؟ سأنتظر تعليقاتك أبناه وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتنيوا بأنفسكم نراكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر